أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر لن تتدخر أي جهد يستهدف رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الأثر الكارثية والناجمة عن استمرار الحرب وخلال لقائه مدير عام منظمة اليونسكو أودري أوزولاي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين حارس شكري على التأكيد على المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها سكان القطاع بما في ذلك طلاب المدارس والصخوفيين فضلا عن تبعات الحرب التي ترتب عنها إلحاق بالغ الضرر بدور العبادة الإسلامية والمسيحية من جانبها وجهت المسؤولة الأممية الشكر لمصر لجهودها المستمرة نحو الدفع بوقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدة الإنسانية إلى القطاع موسيقى